اشتركوا في القناة العنكبوت ان يصطد في كثبان الرمال ولا يخرج الا في الليل لهذا استغرق اكتشافه وقتا طويلا يصل طول ارجله الى 12 سنتيمترا ويخرج من تحت الارض من حين لاخر لينقض على فريسته ثانيا العنكبوت البرازيلي المتجول ان كنتم تخشون العناكب فادعوا الله ان لا يلاقيكم بهذا النوع ابدا لا يملك هذا العنكبوت ارجلا بطول 14 سنتيمترا فحسب بل يعتبر سمه من اكثر السموم فتكا ضمن كل انواع العناكب لكنه ولله الحمد نادرا ما يقتل سمه الانسان لكن ان عدك فسيسبب لك الما حادا يعيش هذا العنكبوت في البرازيل ومن غير المرجح ان تجده في مكان اخر لكن احد هذه العناكب المخيفة قام بالتسلل في احد صندوق الموزي المتواجهة الى متجر في اوكلاهوما وعصر عليه في غرفة التخزين من طرف عامل المتجر الذي كان مرعوبا ليس فقط من حجمه بل من منظره المخيف ايضا لا تخف لن يخرج لك من الشاشة ثالثا عنكبوت الجمل تقول الاسطورة ان عنكبوت الجمل لا يأكل الانسان فقط بل يستطيع اكل الجمل ايضا طبعا هذا غير صحيح لكنه قادر على اخافتك ان صادفته يطلق على هذا النوع اسم العنكبوت العقرب لانه ينتمي لفاصلة العناكب والعقارب ايضا وشكله يشبه الاثنين معا ينمو هذا العنكبوت ليصل طوله الى 15 سنتيمترا دون احتساب طول ارجله انه حقا نوع كبير ومخيف رابعا عنكبوت هرقل البابون غالبا لن تصدف هذا النوع في حياتكم ابدا لانه عنكبوت نادر جدا لم تتم رؤية واحد منذ فترة طويلة جدا يصل طول ارجله الى 20 سنتيمترا ولم يطلق عليه هذا الاسم لانه يأكل قرادة البابون وانما لكونه كثير الشعر وله لون البابون اضيف له اسم هرقل لانه عنكبوت قوي وضخم لا يشكل عنكبوت البابون اي خطر على الانسان او الحيوانات لانه يتغذى فقط على الحشرات رغم ذلك فان حجمه وشكله سيجعلانك تركض وانت تصرخ ليس الان انتظر حتى انتهي من المعلومات خامسا العنكبوت الكولومبي الذئبي الاسود اسمه الحقيقي هو زينيسديس منستروسا لكن لصعوبة نطقه لدى البعض وسهولته لدي اطلق عليه الناس اسم العنكبوت الكولومبي الذئبي الاسود تصل ارجله الى حوالي 23 سنتمترا في الطول لونه اسود لكن وفي بعض الاحيان تكون له خطوط حمراء وبنية في جسمه مثل كل العناكب الذئبية يبدأ هذا العنكبوت بفقدان شعره في منطقة الصدر عندما يصبح عجوزا ويعتبر هذا النوع غير مضر للانسان ما عدا بالطبع الخائفون من العناكب فحجمه قد يصيبهم بسكتة قلبية طبعا الا متابعي هل تعلم فهم اقوياء سادسا العنكبوت البرازيلي الذئبي الاحمر هذا عنكبوت اخر من البرازيل يعيش ايضا في الارجنتين والارغواي والبارغواي لديه ارجل يصل طولها الى حوالي 26 سنتمترا عادة ما تترك العنكب صغارها في كيس البيض وترحل لكن هذا العنكبوت مختلف تبقى الام بجانب كيس البيض وتساعد صغارها على الخروج هذا النوع معروف جدا ويبع في مجر الحيوانات الالفة في مختلف دول العالم اتصلوا بي ان اردتم شراء احداها سابعا بوسيلوتيريا راجاي تم اكتشاف هذا النوع حديثا في سيرلانكا عام 2009 تنمو ارجله لتصل الى 20 سنتمترا في الطول وله خط زهري وبني مميز في بطنه عادة ما تعيش هذه العنكب في الاشجار المتساقطة والصخور لكن كثيرا من الاشخاص عثروا عليها في منازلهم لذا فان كنت تنوي العيش في سيرلانكا فاعد التفكير في قرارك ثامنا العنكبوت البرازيلي يؤكل الطيور لا تدعو اسمه يخيفكم فانه لا يأكل الطيور حقا طعامه المفضل هو الحشرات الضفادع والفئران هذا الوحش له ارجل بطول 25 سنتمترا ويعيش في البرازيلي ايضا عادة ما يختبئ في الغامات المطيرة ليصطد فريسة حيث يطلق عليه وبره الزهري ليصيبها بالشلل ثم يغطيها بمادة حمضية تجعل الفريسة تبدأ بالتحلل والهضم قبل ان يمتصها العنكبوت انها طريقة وحشية للأكل رغم ذلك فانه يظل غير مؤذن للانسان باستثناء الذين يخافون من العناكب الكبيرة هو نوعا مرعب جدا يصل طول جسمه الى 30 سنتمترا وطول ارجله 15 سنتمترا يعرف ايضا بعنكبوت الموز لانه يتسلل الى صناديقها ليذهب الى وجهات جديدة يعيش غالبا في اسيا لكن تم العثور عليه ايضا في المناطق شبه الاستوائية في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا مظهره ليس كل ما يخيف بشأنه لديه ايضا طريقة ماشين تمكنه من التنقل بسرعة حيث انه يتحرك جانبيا مما يسهل عليه تسلق الاسطح الناعمة كالنوافذ بسرعة هذا العنكبوت هو اكثرهم اخافة على وجه الارض والاضخم على الاطلاق اسمه الحقيقي هو تيرافوزا بلوندي لكن اطلق عليه عنكبوت جالوت الذئبي اكل الطيور لانه ضخم ويأكل الطيور بالفعل ينمو ليصل طوله الى ثلاثين سنتيمترا وطول انيابه سنتيمتران ونصف تخيلوا يعتبر اضخم من العنكبوت الصياد لانه يفوقه وزنا ويتميز بشعر قصير يطلقه في الهواء حينما يشعر بالخطر يتوجد هذا النوع في غابات جنوب امريكا المطيرة لكن عادة ما يشتريه الناس كحيوان اليف من المتجر هذا النوع هو الوحيد من بني جنسه الذي يصدر صوتا حيث يقوم بفرك ارجله فينتج عنهما صوت يشبه الهزهزة تستطيعون سماعه على بعد 4 امتار ونصف يتغذى هذا العنكبوت على الطيور والضفادع والحشرات وقد يلدغ الانسان ان شعر بالخطر لن تقتلكم العضة لكن ستسبب لكم الاما حادا وتعرقا بشدة وغثيانا ايضا ان رأيتم احد هذه العناكب فهربوا وابتعدوا عنها على الفور لكن قبل ذلك اخرجوا هاتفكم وقوموا بتصويرها على الاقل ستبقى في ارشيفكم العنكبوت ما قبل الاخير عنكبوت هاواي الضخم يعد هذا العنكبوت من اكثر الانواع المخيفة في العالم لونه بني فاتح وينمو ليصل طوله الى 10 سنتمترات يتواجد هذا العنكبوت في كل جزر هاواي لذا تمت تسميته بعنكبوت هاواي الضخم غالبا ما يعيش هذا النوع في الخارج لكن عادة ما تتسلل الى منازل الناس هذا هو النوع الوحيد من العناكب الذي لا ينسج شبكة كما ان الام تحمل كيس البيض في فمها لأكثر من شهر لتحمي صغارها قد يبدو هذا العنكبوت مخيفا في شكله لكنه في الحقيقة نافع كثيرا فهو يتغذى على جميع انواع الحشرات من بينها الحشرات التي تعيش في منزلكم كالصير مثلا واخيرا هيتيروبودا ماكسيما هذا النوع مخيف جدا تم اكتشافه عام 2011 في كهف مظلم في اللاوس ارجله طويلة جدا تصل الى ثلاثين سنتمترا وهو عنكبوت مميز جدا حيث انه يشبه الصلطعون في مشيته عندما يتحرك مما يساعده على الامساك بفريسته بسهولة ينتمي هذا النوع الى فصيلة عنكبوت الصياد لكن يتم اعتبره كفصيلة مستقلة لا تقلقوا فلن تصادفوا هذا العنكبوت ابدا الا اذا كنتم تخططون الاستكشاف كهف اللاوس في تلك الحالة ربما يجب ان تكونوا حذرين قليلا ان اعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الاعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم متابعي قناة هل تعلم الاعزاء بعد التحديث الاخير لليوتيوب اليكم هذه الميزة الجديدة التي ستجعلكم تتابعون اخر فيديوهات قناتكم المفضلة الامر جد بسيط ادخلوا اولا على برنامج اليوتيوب ستجدون جرسا مرسوما قوموا بالضغط عليه هكذا وبكل بساطة قمتم بتفعيل الاشعارات وسيقوم هاتفكم او حاسوبكم باخباركم في حالة نشر فيديو من فيديوهات قناتكم المفضلة هل تعلم من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم لو سألكم احدهم من هو اثر مجرم على الاطلاق فعلى الارجح انكم ستقولون بابلو اسكوبار وستكونون محقين بكل تأكيد لكن لعلمكم لا تعرفون تحديدا كم كان ذاك الرجل ثريا في اوج نفوذ اسكوبار كانت ثروته تقدر بثلاثين مليار دولار بعد تعديلها وفقا للتضخم المالي الحالي مبلغ ثلاثين مليار دولار هو مبلغ ضخم يصعب تصوره لذا سننظر اليه من منظور اخر عام 1989 صنف اسكوبار سابع اثر رجل في العالم بحسب مجلة فوربز ولو انه كان حيا اليوم ويجني كمية الارباح ذاتها فانه سيكون في المرتبة الثامنية عشر في تلك القائمة المحرك الذي كان يمده بثروته الهائلة كانت منظمة اجرامية تتاجر بالمخدرات كبيرة لدرجة انها يمكن ان تدرج في قائمة مجلة فورتشن لاكبر 500 شركة لفترة ما كانت العصابة تستحوذ على جزيرة كاملة من جزر البهاماس وتستخدمها كمحطة لتزويد الطائرات التي تهرب الكوكايين من كولومبيا بالوقود تحتوي الجزيرة على مهبط طائرات طوله كيلومتر واحد كانت طائراتهم الكبيرة تهبط عليه ثم تنقل حمولتها الى طائرات اصغر لشحنها الى ولاية فلوريدا وبايعها في الولايات المتحدة كانت العصابة